مسموح أخي عدنان حمد الحمادي ورحب بجميع ضيوفك الكرام ويتابعين الأعزاء وكل عام وتبخير مناسبة رسل سنة الجديدة والعام الجديد 2014 طبعا هناك تغييرات كثيرة في مواقف الفرق خصوصا بعد تعادلات اليوم ونتاج يوم وغد ستكون لها تأثير كبير على قيم الفرق وبخصوص الحكام الذي ذكرتم قبل قليل نتمنى هل ستتحول فقط للجلة الحكام وستستقطب حكام محترفين هذا هو السؤال بعدين إن شاء الله من سوينا بورصة خاصة للحكام عندنا طبعا بنبدأ مباريات اليوم جميعها عادلات بنفس النتاج تقريبا هدف لهدف نبدأ من المباراة الأولى مباراة الشباب وبنياس والتعادل بهدف بهدف أغلب الفرق اليوم ارتفعت بنفس النسب من 200 إلى 300 ألف درهم باستثناء نادي الجزيرة لأن أكثر الفرق صرفا نبدأ من نادي بنياس الذي استطاع اليوم التعادل مع فريق نادي الشباب أو العكس صحيح الشباب هو الذي تعادل في النهاية ارتفع اليوم 300 ألف درهم ووصل لمستوى 84 مليون و700 ألف درهم من قيمة بدها بالدوري ب85 مليون درهم إذن اقترب أو قابقه وسينيا ودنا للقيمة التي صرفها منذ بداية الدوري نادي بنياس أما مؤشر نادي بنياس فهو لا زال تحت نقطة الألف لكن فوزه في المباراة قادمة ربما يدعم قيمة الفريق ومؤشر فريق نادي بنياس ننتقل إلى فريق نادي الشباب الذي كان متميزا منذ بداية الدوري وحتى الآن تقريبا مؤشر نادي الشباب هو الوحيد أو مع نادي الشارقة هم متفوقين على البقية ووصل اليوم لمستوى أيضا 300 ألف درهم مرتفع لمستوى 68 مليون و600 ألف درهم من 60 مليون صرفها من بداية الدوري وأما مؤشر نادي الشباب كما ذكرته هو الأكثر ارتفاع اليوم ننتقل إلى مؤشر نادي الشباب وصل اليوم لمستوى إذا غيروا الإخوان في الاستيديو مؤشر نادي الشباب ننتظر مؤشر نادي الشباب لبما هناك خلل في مؤشر نادي الشباب لكنه على حد علمه هو ارتفاع فوق مستوى الألف ومئة النقطة ما زاله مرتفعا ننتقل إلى المباراة الثانية التي كانت بين الإمارات وعجمان فرق المؤخرة نبدأ مع نادي الإمارات طبعا نرتفع اليوم 300 ألف درهم لكن مستوى نادي الإمارات أو قيمة نادي الإمارات ما زالت في انخفاض عن قيمة صرفة منذ بداية دوري 53 مليون درهم اليوم بعد تعادلية وصل لمستوى 47 مليون درهم و700 ألف درهم وكما ذكرت سابقا هناك خلل ما في منظومة الفريق لكن لا نعرف بالتأكيد أين هي هل هي في الكادر الفني أم الكادر أو اللاعبين المواطنين أم اللاعبين الأجانب مؤشر نادي الإمارات أيضا وصل لمستوى 900 نقطة ما زال يبتعد ألف تقريبا 100 نقطة عفون عن نقطة الألف نادي أجمان الطرف الآخر من المبارا أيضا استطاع أن يرتفع 300 ألف درهم وصل لمستوى 43 مليون درهم من قيمة صرفة منذ بداية الدوري 48 مليون درهم أيضا نفس الحديث بالنسبة لنادي أجمان هناك خلل في منظومة الفريق أين تكمن الله أعلم ننتقل إلى مؤشر نادي أجمان لا زال تحت مستوى 900 نقطة وصل لمستوى 895 نقطة ننتقل إلى قمة مباراة اليوم بين نادي الشارقة ونادي الجزيرة نادي الشارقة طبعا مثل ما نشوف كما ذكرنا ربما بداية الدوري جولات الدوري كانت ما بين ارتفاع وانخفاض لكن لا زال هو متألق منذ الجولة الرابعة نادي الشارقة لم يخسر أي نقاط لحد الآن وصل لمستوى 62 مليون درهم 300 ألف واليوم وصل لمستوى 1130 نقطة نادي الشارقة تقريبا هو من نادي الشباب طيب مروان مروان يعني شايف أن هناك ارتفاع دعنا نقول قفزة في مؤشر نادي الشارقة كم أضاف من القيمة السوقية لرصيدة من وراء هذه القفزة نرجع لقيمة نادي الشارقة إذا الأخوان بالستيديو يرجعون لقيمة نادي الشارقة أضاف نادي الشارقة تقريبا على حد ألمي حوال 7 ملايين و 200 ألف درهم لكن عدنا نحن نتكلم عن صرف القيمة التي صرفها نادي الشارقة منذ بداية الدورة ربما أقل عن البقية ربما هو من الأقل الفرق التي صرفت مع أندية أجمان ودبي والإمارات 55 مليون درهم لكن نتائجها لا زالت هي الأفضل كالسلعة تعتبر نادي الشارقة أو فريق نادي الشارقة يعتبر مع فريق نادي الشباب لحد الآن هم المتفوقين عن البقية لأن الصرف قيمة أقل وحققوا نتائج أفضل وأيضا في المقابل كان هناك انحدار رهيب حقيقة في مؤشر الإمارات وعجمان يرأت أيضا وضح للمشاهد كم من المباغل التي خسرها الفريقين نادي الإمارات تقريبا خسر اليوم لحد الآن خسران حول 6 ملايين درهم أو 5 ملايين 300 ألف درهم أما نادي أجمان لحد الآن خسران من القيمة تقريبا خمس ملايين درهم أيضا طبعا هذه القيم اللي في الخفاض لحدنا لهالفريقين هناك مثل ما ذكرنا عدنا نحن المحاسبة اللي بدناها أو المعادلة الحسابية اللي بدناها منذ بداية الدوري تعتمد على الكادر الفني واللعيب المحترفين واللعيب المواطنين هم العمود الفقري للفريق إذن هالفريقين هناك خلل ما في أحد هذه العناصر الثلاثة إذا قدرنا أن نستطيع كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن نضع مؤشر لكل لاعب أجنبي ومواطن وأيضا الكادر الفني نستطيع أن نضع لهم مؤشرات خاصة نستطيع أن نحسب أين هو الخلل بالضبط نعم هو في الكادر الفني من لعب الأجانب من لعب المواطنين ربما نستطيع أيضا أن نحدد من هم الأسوأ ومن هم الأفضل ننتقل إلى الفريق الأخير اليوم نادي الجزيرة والفريق الوحيد الذي خسر 200 ألف درهم لأنه صارف 130 مليون درهم وتعادل مع نادي الشارقة الذي صرفه فقط 55 مليون درهم خسر 200 ألف درهم وصل لكن لا زال هو فوق قائمة الصرف ووصل لمستوى 135 مليون و600 ألف درهم أما مؤشر نادي الجزيرة فالخفضة من نسبة بسيطة وصل لألف واثنين واربعين نقطة وتسعة أعشر النقطة ننتقل إلى القيمة الكلية لإجمال القيمة السوقية لجميع الأندية بعد نصف هذه الجولة وبعد ثلاث مباراة من الجولة وصل لمليار و 185 مليون و 90 ألف درهم ارتفاع تقريبا مليون و 200 ألف درهم لكن هذا بالتأكيد ليس هو المؤشر الصحيح ننتظر يوم غد مباراة الغد مهمة مباراة الأهلي ستحدد أيضا مسار القيمة السوقية وأيضا مباراة العين لأنه أكثر فرق اللي صرفت في دوري هذا العام وأيضا لمؤشر ننتقل إلى مؤشر الدوري وصل لمستوى ألف وتسع نقاط عدنان طبعا قبل ندخل استيديوهات برنامج رادار تهدت مع الكابتن عبد الحميد وذكر أن يجب أن نتفق معه بالرأي يجب أن الأندية تفكر بجدية بالانتقال لشركات حقيقية والاستثمار بشكل صحيح ويجب أن نضع بورصة خاصة فعلا لهذه الأندية ونمشي كما هم في الدول الأوروبية والدول المتقدمة في كرة القدم طبعا إذا ما حصل ذلك سيقوى السوق عندك مروان سوق دبيل المالي لحدنا وسوق أبوضي من الأوراق المالية ما شاء الله في ارتفاع لكن ننتظر السوق الأندية يرطيك العافية سؤال مروان من كابتن محمد مطر تفضل هناك بطولات ثانية يعني مثل بطولة الكاس وكاس المحترفين لا شك أنه عامل مؤثر على القيمة مثل ما تفضلت يعني ما نشوفها موجودة بالنسبة للفرق وخاصة لتنتقل لعدوار ومراحل نهائية مثلا نحن الآن في بداية يعني هاي أول سنة لبورصة الأندية واعتمدنا على النتائج الدورية يجب أن نجد آلية أخرى لبطولة الكاس وأيضا بطولة الدورية للتحاد لنتعتمد على مجموعات وخروج المغلوب إن شاء الله خلال الموسم القادم سنضع آلية لهذه البطولات لأننا بالفعل هذه البطولات أيضا تؤثر على قيم الأندية وتحقيق الإنجاز لهذه الأندية نتفق مع كابتن محمد مطار الزميل العزيز مروان الحل نجم تداول ونجم بورصة الأندية في رادار شكرا جزيلا لك